طيب بسم الله الرحمن الرحيم بنكمل الليكتر عقم عشرة اللي هو النون كيميكال ريجوليشن أو ريسبايريشن هنا تقريبا نفس الليكتر الماضي بنتكلم بس اللهم ان الامبلس لما بتيجي كيف بتيجي وليش بتطلع وبعدين اش هتساوي اما استميلاشن ريسبايريش سنتر او انها بشلي ريسبايريش سنتر طيب عندنا بتجي من بتجي من المخ بتجي من العضلات من الاوعية من اللنغ نفسها من من المهم ان هذه المهم زي ما قلناه ممكن تجي من ممكن تجي من 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 اللي هو اه المصل ومن الفيسر فحنتكلم عن كل امبلس اه متى بتطلع واذا طلعت ايش هتسوي ايش هتسوي في ريسبايريش سنتر طيب اول اخر حاجة عندنا الا الامبلس من السيربيرال كورتكس الا ابلس هاتي بتكون اه يعني بتكون على زي مرحلتين او نوعين عندنا الوالونتيري ابنيا واللي هي غالبا بتكون وقت النوم اللي بيصير بالضبط انها هي عبارة عن انه زي ما كأنك بتقول ان انت وقت النوم بتمسك نفسك او خلاص ما بتتنفس وبتنام فهذا الشي بيخلي عيش ما في نفس فهو تالي الاكسوجين بيقل والسي او تو والهايدروجين قاعد يزيد. طيب الزيادة هادي الان النقطة معينة خاص بخير نقول ان السي او تو ليفل العادي ثلاثة وعشرين وصل الان ثلاثين. هذه النقطة او عند نقطة معينة مو لازم هي ثلاثين. النقطة معينة بقول عليها ان بعدها اني النقطة خلاص لازم لازم الجسم يدخل ويبدأ يعدل. المهم ان هذه العملية اللي هي او انه يمسك نفسها ومنها ما في زي يعني ما في شغال بتوصل زي ما قلنا لين نقطة معينة. هذه النقطة زي ما قلنا سبب هادي كريس والاكسوجين وانكريس في السي او تو والهايدروجين. بعدها اه ايش اللي بيصير هادي اللي هي زيادة السي او تو بتفاعل وبيبدأ عندي ليش بيبدأ عشان اقلل السي او تو والهايدروجين اللي يزادوا وعشان ازود الاكسوجين اللي اه نقص. طيب. عندنا ثاني واحدة اللي هي الولونتري هايبر ولي هي برضو بتطلع من السربر الكورتكس. طبعا هادي بتفاعل بتسوي سنتر فبالتالي بتسوي لي هايبر بنتيليشن. طيب. هاذا هايبر بنتيليشن بيكمل برضو طبعا اه يعني زي ايش? يعني هو بيبدأ يتنفس بسرعة زيادة. بيبدأ يقلل السي او تو. ويقلل الهايدروجين اللي كانوا زيادة. ويزود الاكسوجين. الان نقطة معينة خلاص يكون فيها الاكسوجين وصل للحد الطبيعي. السي او تو نزل للنورمل. والهايدروجين برضو نزل للنورمل. عند هادي النقطة اه اللي هي بتكون تقريبا بعد الابنية بشورت بيريد. بيوقف خلاص. بسبب زي ما قلنا في السي او تو. في الهايدروجين. اه بهذه الفاكترز بعد ما تنزل بتوقف لي يعني كأني قلت ان خلاص انا بوقف. بوقف تنفس. كمثال يعني. فبيزيد عندي السي او تو. بزيد عندي الهايدروجين. وبيقل عندي الاكسوجين. فبتبدأ اللي هي بعدها بسبب زيادة السي او تو قلنا بيوقف اللي هو النحس ده. المهم ان انا بوصل لنقطة معينة بيكون فيها السي او تو مثلا وصل مرحلة معينة من المراحل. خلاص عند هادي النقطة بقرر اني لازم ابدأ فبالتالي هادي الفاكترز اللي هي زيادة السي او تو والهايدروجين والنقصان الاكسوجين بيخليلي يبدأ. بعدين بتطلع سي او تانية بتخليلي يزيد يعني يصير في هايبر فينتيليشن اللي هي فبيظل ينقص السي او تو ينقص 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 لين يوصل لنقطة. اللي هي ايش? ان هذا السي او تو رجع للنورمل. رجوع السي او تو للنورمل والهايدروجين للنورمل هاي دي بتخلي خلاص يوقف من جديد. يصير من جديد. طيب هذي اول واحدة. ثاني واحدة اللي هي اللي بتطلع من هذي اليمبلز ممكن تطلع من والتي تعتبر متى. لما بيزيد بتطلع من عشان تقلل لي يعني بتسوي انهامش ولما بيقل بيصير العكس. بيصير في فبالتالي هذي اللي هي ايش يعني كده كأني اقدر اقول انها علاقة عكسية ما بين ضغط الارتريز والرسبايرتري اكتيفتي. لو الضغط زاد اكتيفتي بتقل. طيب. ثاني واحدة اللي هي واللي هو يعتبر اللي هو اذا تطلع امبلز هذي اليمبلز بتزود لي الاكتيفتي حقت الرسبايرتري سنتر. لما بيزيد الفوليوم او الفوليوم الريسبتر هذا بيشتغل. يعني لما بيزيد الفوليوم عموماً في الريت ايت ريوم الريت ايتريا البرشير بيزيد. تتالي الريت ايتريا للا يرسل زيا الكنال. السكنال يا Det季 تغل لي اللي هي الريسبايرتري سنتر. اكتيفتي وبهتخلي البريثين يزيد او ��سى بيريشم يزيد. طيب ثالث حاجة اللي هي من الير باساج هنا في الابر ايروي بنتكلم عن يعني ردة فعل ردة فعل لحاجة مثلا بسبب 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 اي حاجة فهي حاجتين اما مثلا في الانف بيكون في يعني لما بيجي بيعتص بتحس انك كده في زي حاجة في الانف اه في الميكوزة فبالتالي هو بيبدأ ياخد كده بتنفع حاول وجرب وتسوي بياخد نفس عميق كده وبعدين بيطلع بقوة وبتكون بتكون مفتوحة تمام برضو بيكون في ايش هنا بيكون في يعني بيكون فيها فانت حاس انك تبغى تبغى تكح عشان هادي تطلع طيب فهو بياخد بعدين بياخد نفس اللي فوق بس هنا الاختلاف انه بتكون اه فهي زي بتكون عاملة زي كده مسكرة وهو لما بيسوي العملية هادي القوة كده بتصير عكس فكأنها تمام يعني اه 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 فبالتالي هذا الشي لما بيكون ضدها خلاص بعد فترة بتصير السدل اللي بتفتح فجأة وبتطلع لي هو بيكوح بيكون مقفلة وبسبب وزيك كده بتفتح فجأة وبتطلع معها اير هادي بالنسبة لي رابع حاجة اللي هي اللي بتطلع من نفسها هنا عندنا ثلاثة حاجات اللي هو بسبب الانفليشن هنا باختصار اللنغ بتنملي بيصدر لها بتننفخ يعني النفخ يعني ايش يعني صار لها تمددت فبالتالي بيشتغل في في المسلز في المسلز اف دي برونكاي ان برونكيوز يعني المسلز اف دي برونكاي ان برونكيوز بترسل سيجنل عن طريق الفيغز نيرف بسبب اللي صار عشان ايش عشان يسوي انهيبشن اه للريس بايريتري سنتر عشان تقلل في حالة الانفليشن والستريتشنغ ثاني واحدة اللي هي هنا بيكون في حاجة مزعجة في اللنغ جو اللنغ بتكون في غبار مثلا اه هستامين بروستاقلاندنز هذه الاشياء كلها تعتبر للنغز فبالتالي بتسبب لي ايش بتسبب لي كفض برونكو كونستريكشن ميوكس سيكريشن وآآ ابنية طبعا ابنية ليش ليش بيصير الابنية عشان يحاول قد ما يقدر الجسم انه يمنع ان هذا سواء الدست الهستامين البروستاقلاندن انه يدخل ديبر للنغ او يدخل عموما للنغ فهي بتخلي يصير في عندها ابنية وكف عشان يحاول يطلع هذا الزعاج ثالث واحدة اللي هي هالي الجي ريسبتر واللي هي بتكون قريبة من طبعا اه باي بولمينيري كونجشن لما لما بيصير في كونجشن في البولمينيري اه في البولمينيري فيسلز مثلا زي ايش زي حالات وكده بيسوي عندنا بيصير يتنفس ويتنفس بطريقة سريعة وكده يعني يعني ما هو ما هو قادر اصلا يجمع ينفس ووقع يتنفس بس الطريقة مرة صعبة خلاص اذا في حالات هارت فيلو بيصير في كونجشن فبالتالي الجي ريسبتر بيت اكتف طيب اه عندنا من الخامس واحدة اللي هي هنا بالمسلز يعني فمثلا واحد اثلت واحد قاعد يتمرن كثير زي كده المسلز شغالة فالمسلز هذه بترسل بترسل تفاعل فيها تحتاج اكسجن فانت بترسل رسالة للرسالة ان يشتغل اكثر فبتالي اكسجن اكثر طيب الاخير اللي هي هنا خلاص انت في حالة مثلا اه ما تحتاج اه نفس ما لش تتنفس ما تحتاج اكسجن كثير فبالتالي بترسل رسالة فهذه بيصير في ابنية معه اه لما اذا صار في او اذا صار في بلع حاجة ولا زي كده بيصير عنده اه اللي هي ابنية هذي في حالات اذا طلعت من الفسرة اه ترجمة نانسي قنقر